اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مسويات متميزة في العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة بما يدعم التطلعات المشتركة نحو مزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عند بعد سعادة السيد بيوش شريفستاف سفير جمهورية الهند بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين حيث تمنى له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين وتحقيق تطلعات المنشودة مشيرا سموه إلى ما يجمع البلدين الصديقين من شراكة استراتيجية لحى محطاتها المضيئة في تاريخ العلاقات والتعاون الثنائي مشيدا بمسار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 مثمنا سموه جهود جمهورية الهند ودورها على الصعيد الدولي في التصدي للجائحة وما سجلته من نجاحات في مجال الصناعات الدوائية كما جرى خلال لقاء مناقشة مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الهندية على كافة الأصعدة مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر